بكت زوجة سيدنا أبو ذر وهو يحتضر فسألها ما يبكيك قالت تموت هنا في صحراء الربذة لا ثوب نكفنك فيه ولا أحد يصلي عليك فقال لها أبشري هذا ما بشرني به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقد كنت أنا وفلان 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 وسماهم بالإسم ودخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيموت رجل منكم بالصحراء وسيصلي عليه جماعة عظيمة من المؤمنين وقد مات جميع الصحابة الذين كانوا معي أثناء تلك البشرى النبوية ولم يبقى إلا أنا فأنا المقصود من تلك البشرى فقالت وماذا أفعل الآن قال هو يلفظ أنفاسه الأخيرة ضعيني على قارعة الطريق فأول ركب قادم سيكون هم كبار الصحابة العظام الذين بشر بهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم سيصلون علي بلا أدنى ريب كما بشرني النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي الحال مر وفد قادم من العراق من الصحابة الكبار وفي مقدمتهم سيدنا عبد الله بن مسعود وكبار الأنصار رضي الله عنهم جميعا فسألوها ما يبكيك قالت هذا زوجي أبي ذر لا نجز ثوبا نكفنه فيه فتسابق الأنصار من يكفنه في ثوبه فكفنوه ثم صلوا عليه جميعا ودعوا له بالجنة والمغفرة وتذكر الصحابة يوم غزوة تبوك لما تأخر أبو ذر عندما تعثر بعيره وجاء ماشيا يلهث يجري طارة ويمشي طارة أخرى وحيدا بلا أنيس ولا جمل يركبه في الصحراء المحرقة يريد اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم بتبوك وما إن رآه النبي يومها حتى امتلأ وجهه صلى الله عليه وسلم بالبشر والسرور ثم ألبسه تاج التمييز والانفراد والإخلاص فقال يومها الرسول للصحابة يرحمك الله يا أبا ذر تمشي وحيدا وتموت وحيدا وتبعث يوم القيامة وحيدا وحيدا يعني متميز من كثرة خصاله الحميدة وقد تحققت البشرى لم يسجد أبو ذر لصنى من قبل الإسلام قال عنه الرسول من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر رضي الله عن سيدنا أبي ذر الغفاري وأرضاه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا